الاربعة محمد هاني طبعاً ومحمد عبد المنعم وربيعة رامي ربيعة وكريم فؤاد رغم الحتة الهجومية اللي بتعملش بشكل كويس لك أنا في رأيي ان مغيرات الزمالج بالذات لازم كريم فؤاد هو اللي لعبها على اساس ان زيزو بيروح نحت اليمين كتير فبالتالي هو الوحيد اللي يقدر يوقف زيزو الحية ونص الملعب هتلعب بالتلاتة هتلعب بإمام طبعاً وأكرم ومروان أكرم طبعاً لو ما بنيجي نتكلم عليه لا ده حاجة حاجة سوبر ده يعني أنا بفكرني بالزبط كانت في المنطقة فرنسا اللي بيعمل حاجات مش موجودة في أي لعيب كرة بيعمل حاجات بيعمل مجهود خرافي يعني لدرجة إن واحد من زميله قال لك أنا بحس إنه هو أربع لعيبة يعني يبقى موجود هنا وموجود هنا أكرم الحقيقة كده يعني أكرم ماشو الله عليه وربنا يحميه ماشي بالشكل دوت ويمكن أعمل لك حاجة مهمة جداً 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 إنه بيغطي لك مساحات الفضية اللي في الملعب كلها يعني مش بيغطي مساحة واحدة ولا حاجة لا ده بيغطي لك أي مساحة فضية هو بيغطيها وبعدين من الحاجات المهمة جداً جداً إنه لما بيروح عشان يستخلص بيستخلص يعني الكرة ما تبقاش بتاعته بيستخلص فأكرم طبعاً وجوده هو ومروان الحقيقة وقدامهم هيبقى إمام عشور رغم إن أفشة المباراة اللي فاتت لما لعبه أفشة حتى في كل مباراة الحقيقة اللي بيشارك فيها بيقد بشكل كواس قوي لكن أنت برضك مفروض بأعساس تأمين نصف الملعب بتاعك ولكن أنا في رأيي بقى إنه كمان يبقى إحسين الشحات نحة المين وأحمد عبدالقادر نحة الشمال وكهرب ده التشكيل اللي يبدأ ده التشكيل اللي يبدأ زمالك بقى كابتن في الظل إن إحنا تقريباً مباراة الزمالك كل مباراة بنشوف تشكيل يعني قد يكون مختلف عن الآخر يعني هو الزمالك بقى عنده مشكلة إن محمد شحاته مش هيلعب لأنه عنده نظارين تراكم الإنذارات يعني لا ما هو ثلاث إنذارات بيتوقف طبعاً طبعاً عمر جابر الحقيقة في حالة فنية عالية جداً جداً وهو زي كان بيلعب نحة الشمال أو بيلعب نحة اليمين عمر هايل آه طبعاً ماشي بشكل جيد ومش مطش أو مطشين لا بقى له فترة كبيرة جداً مستوى طبعاً عامل ثبات في المستوى وعمل تفوق بشكل كبير جداً زي كان بيلعب بقريت أو زي كان بيلعب بجليفت لكن هما بقى يعني أنا فرأيي أن هما عندهم مشكلة يعني ممكن يلعب بعمر الحقيقة نحة الشمال ويبقى بيستمر ويلعب بنيمار نحة اليمين رغم أنه هو عنده طبعاً أعتراض على حتة نمار ديت على أساس أنه هو بيقولك أنه واحد دفاع بتاعته مش مش كويسة ومنضرب من حتة دي لما يبيلعب نمار لكن هو ما عندهش بداية غير كده لكن المطشوات حتى اللي هو ودى عمر جابر فيها نحة اليمين وعمل ولعب نضاي نحة الشمال برضو نضاي مش ما عندهش أه طبعاً أنه واحد دفاع بتاعته قليلة جداً ومعرفش يقفل في الحتة ديت معرفش يغطي فهتبقى مشكلة طبعاً هو الاتنين المساكين مسلوسي وحسام عبد المجيد الحقيقة ودونجا عارس مرمى مين عواد ولا صبحي 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 طبعاً صبحي حتى بعد المشكلة الأخيرة دي الصبحي هو اللي لاعب وصبحي خلاص هو الأجهز يعني عندك الحقيقة في وسط الملعب دونجا ويمكن برضك محمد شحات أنا في رأيي أنه هو لما كان بيلعب حتى جنب دونجا هو لعيب كويس قوي قوي لما بيلعب بكرات لعيب كويس يمكن الحتة بقى اللي جنب دونجا دي هي اللي فيها مشكلة دلوقتي طبعاً زيزو والجزيرة طبعاً فيه مصاب مش جاهز فبرضو أوباما بيلعبه نصر مهر برضو بيبالي دور نصر مهر نصر مهر طبعاً نصر مهر وعبد الله وعبد الله آه يعني هيلعب بدونجا ونصر مهر وعبد الله لأنه هو فكره حتى أنه هو يعني لا هو عاوز أكتر لعيبة عندها مهرية وعندها كورة عالية جداً ويعرفوا يعملوا الاستحواس في وسلم مهر فهو بيعتمد على نصر مهر وبيعتمد على عبد الله الصعيد طبعاً دونجا طبعاً بيقوم بالواجب دفاع ودونجا طبعاً برضو من دمن اللي يبل ماشي كويس قوي الفترة الأخيرة بيعمل برضك مستوى ثابت عندك بقى زيزو أوباما ومصطفى شلبي طبعاً دول الثلاثة اللي فوقي الأمام بتاع تصحيح الأخطاء حاجة مهمة جداً أخطاء اللي حصلت من النادي الآلي في المباراة الداخلية كيف يمكن تصحيحها في المباراة اللي بعدها لها زمالك هي مشكلة إنك أنت ما عندكش وقت يعني مستر كولر الحقيقة عشان يصلح أو يصحح مفروض محتاج وقت يعني وقت في التمرينة لكن هو مستر كولر الحقيقة إسلام بيعتمد إنه هو في الضغط اللي موجود فيها على الحاجات الصغيرة جداً إذا كان النظري أو الحاجات الصغيرة اللي ممكن يعملها في المرعب على نفس يتفادى الأخطاء اللي موجود لكن هي مشكلة لحاجة الوقت بس كده آه الوقت طبعاً مشكلة تبقى الحاجات النظرية أكتر في مستر كيف يتكتر آه طبعاً واللعيبة خلي بالك بتستفيد لأنك أنت في دوسط الضغوط على لعيبة النادي الآلي لو أنت نزلت الملعب وقدت تعمل مثلاً جمل أو عدت تصلح مثلاً في أخطاء دفعية أو أخطاء هجومية وفي حق لا ده هو بتفادى ده إنه هو بيعمل السشفة فأنا في رأيه إنه هو يعتمد على الحاجات النظرية على ناس إنه هو ما يجهدش طبعاً لعيبة أكتر من هم مجهدين الاعتماد على طاق التحكيم من أسبانيا أعتقد ده على الأقل حتى لو حصل أي أخطاء هتبقى عارف إنه الحكم لا ينظر لأي حاجة طبعاً مباراة أهل وزمالك أي حد بيفكر فيها الحقيقة بحكام مصريين أنا في رأيي ده تفكير خاطئ مية في المية مباراة أهل وزمالك لازم عشان الحقيقة ما حدش يشكك حتى في أي حاجة لازم حكم أجنبي صحيح إحنا دايماً عندنا خلال الفترة الأخيرة في ظل عدم موجود معلول بتبقى الدنيا مشكلتنا أن أنت ما بتهاجمش كتير من ناحية الشمال هل بقى كابتن حضرتك عشان كده حطيت أحمد عبدالقادر ناحية الشمال بالضبط أحمد عبدالقادر بيعمل لك الحتة اللجومية بتمكن كويس جداً حاجة تقصد أن يوقف كريمه آه آه أحمد النص القداماني وهو بيعرف أحمد عبدالقادر أو ما بيستلم بيعرف يعمل اختراقات بالكورة وبياخد في المساحة وكل حاجة وهو من أكتر العيبة اللي في الناد الأهلي أنا في رأيي يعني أن عنده حتة الاحتفاظ بالكورة ومواقف واحد ده واحد ومواقف أنه هو يختارك في اتنين العيبة في تلاتة العيبة بيعملها كويس قوي ويوصلك بشكل كويس قوي في آخر الخط إذا كان هيخش بقى هو يلعب مثلاً لوان تو ما حد أو هو يروح للجول أحمد عبدالي أنا في رأيي لازم هو اللي يبدأ لأن أنا شفت حتى الفترة اللي فاتت إسلام رضا سليم يعني فيه مشكلة كبيرة جداً رضا سليم المبارا اللي فاتت جات له مثلاً في حدود من سبع تمن كور في قدام ملعوبة مثلاً في المساحة ومواقف واحد ده واحد ما بيغدوش بيرجع يعني بيرجع بالكورة ويرجعها الورق أو أنه هو الحقيقة يعمل ميس باس بيها لكن أنا في رأيي أنه ما عبقادر لو لعب هيبقى منتج بشكل كبير جداً ويغطي لك حتة علم علولة ويغطي لك حتة التكملة بتاعت كريم فؤاد يعني كريم فؤاد يبقى بيسند معه من تحت لكن ما بيتقدمش مثلاً يطلعش قدامه ويعتمد الناد الأهل يعتمد على أحمد عبدالقادر يعني حمد مش شايف أنه ممكن يلعب من الجانب الآخر أو جانب ناحية الشمال يعني بكوكا هو كوكا يعني هيبقى لي دور لكن ما تبدأش بيت زي ما بيقولك سلامة كريم بيؤدي بشكل رائع وكوكا برضو طبعاً كريم كوكا الحقيقة الجزء اللي لعبه في المباراة اللي فاتت لأ كان كويس وبرضا على عدلته لما بيروح تجلس شمال هيعمل لك الكروس ويعمل لك الكروس من أي حتة وكل حاجة بس ياخد جزء في المباراة لكن أنت كريم فؤاد زي ما قلت لك أن حتة زيزو مهم جداً أن كريم فؤاد هو اللي يقفل عليه طيب هل سنه عبدالله السعيد؟ عبدالله لعب جامد جداً واحد من أفضل اللعيب طبعاً طبعاً ولكن هل سنه عبدالله أنه يبدأ من أول الماتشو يلعب مثلاً سبعين ثمانين دقيقة؟ هو على فكر راجل وما يكونش مؤسخة بقى ساحاك قلت برضو نقطة مهمة جداً أن الدونجا بس اللي حيلعب فهتبقى الناحية دي الحتة دي مرضو بها دي كمان يعني بتبقى مشكلة أولاً هم بيغيرش هو فكر جميز أن هو عاوز يلعب بها ناصر ماهر وعبدالله على ناس أن هم يقول له استحواز وعلى ناس أن هم يقول له كرة من التلت الوسطاني للتلت الهجومي بسهولة فبالتالي هو مش معتمد عليهم حتى في أن هم يدفعوا أو أن هم أيو بس في الحالة دي أنت بتلعب الأهلي في مشكلة يعني دي تعتبر من نقاط الضعف بوجة نظرك طبعاً طبعاً يعني أنت أكرم ومروان اللي اتنين هيقفلوا وصل ملعب بشكل كويس قوي أكرم كمان لما بيكون مروان موجود بيكمل وبيكمل بشكل بيروح ويرجع صحيح بيروح ويرجع ونفس ما شاء الله بشكل كويس أنت ممكن هو هيلعب كده ومش هيغير يعني مش هيغير فبالتالي أنت عندك أفضلية في وسط الملعب اللي أنت تستحوز على وسط الملعب وتسيطر عليه وفي نفس الوقت أنت عندك كمان قدام مروان وقدام أكرم إمام وإمام طبعاً بيعمل الحتة الهجومية بشكل كويس قوي بلعبها أقرب كولر بلعبها أقرب يعني بيبقى مثلاً مروان ويبقى أكرم ناحية اليمين شوية وإمام وإمام صحيح ناحية الشمال هو بقول لك حتى الفترة دي اللي ممكن بمروان ناحية الشمال هو بيعملها كويس قوي ومروان لما بيروح ناحية الشمال وبيشتغل بشكل كويس قوي وبيوقف مكانه أمام طبعاً أكرم أكرم وهقول لك حاجة أنت ممكن تهاجم بأكرم وتهاجم بإمام ومروان هو اللي بيعمل رقم ستة اللي بيقفل وراء مساحته الله وده اللي بيحصل ومروان بيعملها كويس قوي طبعاً وفي نفس الوقت أنت ما عندكش قلق بقى زي الحتة بتاعة عبدالله الصعيد وناصر ماهر بالنسبة للأكرم أكرم ممكن يروح يملك يخشي لك الستة يرضى ويرجع لك الستة يرضى بتاعة النادي الأهلي صحيح فبالتالي ما فيش مشكلة في التلاتة دول إمام طبعاً زي ما قلت لك أنه هو الرجل بيفراغ أنه هو اللي يلعب الفرق وإمام طبعاً حتة التزديد والحاجات دي كلها حاجة مهمة جداً جداً بالنسبة لإمام التقييم الفني من وجهة نظر حضرتك لنادي الزمالك التقييم الفني لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة الحقيقة آه في الفترة الأخيرة آه في الفترة الأخيرة هو في مبارات أو في أجزاء في مباريات بيبقى مستوى كواسقوي وفي طبعاً فترات الحقيقة يمكن الحتة بتاعة عبدالله الصعيد وناصر ماهر رغم تفوقهم في النواحة المهرية والنواحة الهجومية لكن فيه أوقات نصف الملعب بيفضى في الفرقة اللي بتلعبهم اللي هي بتقدر تستحوز على وصف الملعب وتقدر تصنع حجمات كمان من الحتة دي لكن هما في فترات كتيرة جداً لما بيربط مع بعض ناصر وعبدالله وزيزو وأوباما فوق أعتقد أن هما مصطفى شلبي طبعاً الفترة الأخيرة يعني مباراة اللي فاترة ماشي بشكل جيد آه ماشي بشكل كواس قوي يمكن هما عندهم مشكلة في حتة رس الحربة لأن أوباما لما بيوظفوا الراجل كراس حربة هو ما بيروحش التمنتاشر ما بيزبطش في التمنتاشر هو عاوز ينزل يستلم من تحت لأن أوباما بيقلق إن كرة ما تجلوش كتير فبالتالي لما بينزل بتبقى الحتة دي فاضية والحتة دي ما بيبقاش في حد بيستخدمها أو يستغلها إيه التفاصيل الصغيرة اللي لازم كولر ياخد باله منها يا كابتن في مثل هذه المباراة إيه ما لعبت مباريات أهلي وزمالك سواء لعيب أو حتى مدرب إيه التفاصيل الصغيرة اللي تفرق مع المدير الفني إيه يعني أولاً يعني أنت وأنت بتلاعب زمال يعني الناس بترقاشوا